تمرين على الشمال ده اسمه يعني هلعب متوازي ديبس بس بجهاز مساعد. اما التمرين العلمين دوت اسمه هتقول لي يا كابتن مش احنا اخدنا المرة اللي فادت هقول لك لا هنا مختلف شوية ان احنا هنبتدي نرفع رجلينا احلى فوق بالشكل اللي هو واضحة شاشة ده. وابتدي اعمل هتقول لي ليها فايدة اه طبعا هنلاقيها فايدة مختلفة. حالو الاول نبدأ كالعادة بالتمرين الا على الشمال اللي هو الاسيست الديبس. لما اجلعب اسيست الديبس زي زي ما بلعب المتوازي بتريها عادية اخوة. بساول حاجة على نجاز ببتدي اطلع واسني لعليه كده بركبتي وامسك ايدي وحاول زي ما انا كده ما نزلش مستقيم. يعني بيبقى فيه ميلة صغيرة كده ايه لقدام زي ما هو واضح في التحليل قدامنا للعضلات. حشان استهدف عضلات وطبعا العضلات هنا المساعدة او بمعنى الصح اللي شغالة معي برضو عضلات سواء بقى ميلت قدام ميلت ورا ما هي كده كده اللي بتيعمل بوش. لما جنزل واحدة واحدة كده رجل يمين رجل الشمال. حشان ما اعملش النفسي اي اصابة. تعالوا نشوف بقى الابدومينات كرانش. وبكون رافع رجلاء الاتنين هنا. ولعب كرانش مختلف عن التمرين التاني في ايه. ان انا هنا ببتدى دخل عضلات زي ما هي واضحة قدامي على الشاشة. ودي لي هدول مهم جدا لانها من ضمن عضلات الكور. وانا لما بكون بقوي مسلا عن عضلات الكور بستهدف كل العضلات. مش عضلات البطن بس زي ما احنا درسنا قبل كده. وطبعا زي ما يكون انا بعمل ايه على المنطقة اللي هي الميدل بعمل عليها ايه. وبس كده. اشتركوا في القناة